السلام عليكم تحية لجميع المشاركين والمشاركات والمتتبعين والمتتبعات للقناة اليوم بيديو جديد خصصته من عملة مغربية غادي تفاجعكم وهذه المعلومات لأول مرة غادي تتذكر في اليوتيوب هذه العملة من فئة 1 درهم إصدار سنة 2000 وجوج يعني أول إصدار معدني في عهد جلالة المالك محمد السادس يعني هذه القطعة هذه الواحد درهم إصدار سنة 2000 وجوج فهي سكت بطريقة النقد يعني في خب موني نعم الفيديو اللي كتشاهدوا فيها جوج للقطاع النقدية من فئة 1 درهم نفس السنة ديال الإصدار 2000 وجوج إنما الأولى في خب موني والثانية اللي ناذرة ومتميزة فهي في خب مذعي فردوا بالكم يعني هذه القطعة هذي اللي في خب مذعي فهي كما ذكرت نادرة ومتميزة ونصيحتي لهوت دائما بحثف النقد يعني كن أخطاء كن قطع نقدية يعني لمتميزة ومن سنة 1960 حتى 2000 وجوج جميع الإصدارات المعديني المتداول مشي تذكاري هذا كبوحده يعني المتداول كله تسك بطريقة النقد يعني في خب موني يعني من أول واحد درهم في تاريخ المملكة المغربية 1960 ديال محمد الخاميس ودرهم الجرابات جميع الإصدارات ثلاثة 65 68 و 69 الإصدار ديال 74 أيضا السلسلة كلها الإصدار ديال 87 السلسلة كلها الإصدار ديال 96 ديال الفين وجوج كلها فخب موني يعني للقيتي شي قطعة فخب ميضاي فهذهك قطعة ناذرة ومتمييزة نمروا الإصدارات ديال 2011 من 2011 حتى 2021 فجميع الإصدارات السلسلة كلها سكت فخب ميضاي يعني هنا العكس يعني من 1960 ركزوا مع الله يخليكم حتى 2000 وجوج جميع الإصدارات المتدول كلها سكت بطريقة النقود إنما من 2011 حتى 2021 سكت بطريقة الميضاي يعني فخب ميضاي يعني ردو بلكم من هذا القطاع النقدية اللي كتكون في خب موني أو في خب ميضاي يعني بعض الأحيان كيوقع وحد الخطاء وهذا كيوقع في جميع الدول يعني كيوقع أخطاء يعني كتسك النقود كتكون مثلا في خب موني وكتخرج يعني عن خطاء في خب ميضاي والعكس صحيح يعني كتكون في خب ميضاي وكتسك عن خطاء بطريقة الموني إخواني أخواتي كنتمنى نال إعجاب لكم هذه المعلومات وتستفدوا مننا وبالتوفق للجميع ودومتم في رعاية الله وحفظة